اهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي المتميز في الكرة العالمية الناقد الكبير أحمد مجدي أبو حميد منور الدنيا مساء الخير عليك مساء الفل على حضرتك وكون مبسوط جدا أنا دايما ببقى سعيد وانت موجود بتبقى حلقة ممتعة عايزين يتكلم على رؤيتك للشامزليج رؤيتك لبطولة طبعا أبطال الدوري وانطلاق دور الستاشر ومن خلال يمكن تلعب أربع مباريات ويمكن الأسبوع اللي جاي لأربع مباريات رؤيتك ايه عمتا من خلال بداية هذا الدوري طبعا ما حصلتش مفاجآت كبيرة في المباريات اللي لعبت في دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا من حيث لو كنا توقلنا النتائج دي حصلت إلا مفاجئة بايرني ميونيخ ممكن أن نواة عادل معارض بولسالس بورج خارج الأرض وإن كنت أنا متوقع في بعض الأحيان يعني كان عندي شغف أنه أنا أعرف اللقاء المدربين ماتياس جايسلي وناجلس من اللي هو يعد استنساخ ناجلس من يعني هو استنساخ واضح من ناجلس من نفس المسار ماشي فيه من هوفنهايم بعد كده شركة ريتبول بدأت تعمل رهان على مدربين شباب في نادي ليبسيج ونادي ريتبول سالس بورج فماتياس جايسلي بعمر 33 سنة بيقف على الخط قدام ناجلس من 34 سنة في دور 16 دورة أبطال أوروبا كان لقاء مليان بالشغف ودي حاجة ممكن نستفيد منها في الكرة المصري وفي الكرة على بشكل عام لأنه زي ما بفرغ بفرغ لعيبة في آلية لتكون اللاعبين الصغيرين لأن دلوقتي أوروبا بدأت نهاية تفرغ مدربين صغيرين في السنة مش من دلوقتي سدقني يمكن على مستوى لو تشوف دلوقتي على مستوى يعني ألمانيا يعني من خلال 15 سنة اللي فاتوا كان بيعملوا بيعملوا هذه الخطة أنه ما بتأهلش من اللاعبين بس لكن كمان على مستوى المدربين وانت شايف دلوقتي كمان أفضل المدربين على مستوى العالم هم المدربين الألمان أحمد نتكلم كثير على بطولة أبطال أوروبا لكن خلينا نتطمن على فرقتنا باستنا وفريقنا النادي الأهلي اللي عنده مباراة بكرة في بداية الحداشر بطولة الأفريقية المحببة لكل لعبتنا وكل جماهيرنا كريم أحمد بنرحب طبعا مرسلنا هناك في الخرطوم يكون معانا عشان يطمننا على فرقتنا أحمد مساء الخير عليك كريم برحب بك يا كابتن هاني طبعا كل التحليك والدفك الكريم طبعا ناخد راديو أستاذ أحمد مجدي ويا رب إن شاء الله دعواتك يا كابتن هاني بقى ودعوات كل جمهورنا العظيم إن شاء الله بإذن الله تكون انطلقتنا قوية كالعادة طبعا مع فريقنا لنادي الأهلي وإن شاء الله تكون البطولة الحداشر بنصيب النادي الأهلي ومنا أخبار فرقتنا إيه يعني قدر أقول لك يا كابتن هاني جدية وإصرار كبير جدا وحمس كعادة كل اللاعبين الحقيقة في كل البطولات يعني ضغط كبير ومجهود أكبر الحقيقة مع كل اللاعبين من كأس العالم واللعبين كانت من ضامة طبعا ليه متخبنا الوطني عودة 24 ساعة راحة ثم الدخول مباشرة بدوافع متجددة كالعادة للبطولة الأفريقية البطولة الكبيرة والحلم الكبير كعادة فريق النادي الأهلي الحداشر يا أهلي هو الهتاف والنداء اللي احنا بنشوفه بنلمسه مع جمهورنا هنا الحقيقة الجالية المتواجدة طبعا اللي بتحاول أنها توصل رسالتها لكل العيب النادي الأهلي في فندو الإقامة في ملعب التدريب في كل خطوة الحقيقة بنكون متواجدين فيها بنشوف الحقيقة جمهور النادي الأهلي عنده ثقة كبيرة جدا في كل العيبة زي ما احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة والجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله بالمجهود الكبير وبالإصرار اللي احنا عارفين والعيبة النادي الأهلي نقدر إن شاء الله نحصل على دي البطولة وكون انطلقتنا جيدة إن شاء الله في هذا الموس إن شاء الله بإذن الله عايزة أطمنك بشكل عام أكيد يا كابتاني طبعا عن كل الترتيبات والأمور الخاصة في فندو الإقامة التدريبات طبعا سلبية مسحة البعثة بيئة الكاملة نحن فور وصولنا طبعا كالعادة والبروتوكول الخاص في أي مباراة طبعا في البطولة الأفريقية المسحة اللي بتكون عقب الوصول إلى الفندو الإقامة الحمد لله يعني طبعنا بشكل عام من البعثة كلها المسحة سلبية فإن شاء الله بإذن الله تكون الأوراق كلها مع بيتسو موسيماني للدفع بيها والاختيار التشكيل الأمثل اللي إن شاء الله يخود بيها ديها المباراة يوم اعتيادي وخاص طبعا لفريق النادي الأهلي الفطار صباحا كان فريد تسعة صباحا نهاردة كان فطار لأن انت عارف المباراة ثلاثة فيمكن وجبة الغداء حداشر ونص على أن يتوجه موسيماني وأيضا كمان كابتن رامي ربيع كابتن فريد النادي الأهلي اللي حضر نهاردة المؤتمر الصحفي اللي سبق التدريب اللي كان فيه التالتة عصرا الترتبات الحقيقة مميزة جدا من سفارتنا هنا طبعا ومعالي السفير حسام معيسى برفض طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والساز العامل فاروق وكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة مركزين بشكل كبير جدا على الترتبات تحركات اللاعبين الجانب الأمني التنصيق كل الأمور دي الحقيقة ماشية بشكل طيب جدا لكن بنأكد في كل مرة كابتن هاني بنأمل كل الأمور دي يكون في يوم المباراة هو اليوم الأهم بالنسبة لنا يوم المباراة تحركنا للمباراة الأمور هتبقى ازاي؟ ألا يكون في عدد كبير متواجب مثلا خارج الإستاد طبعا لانت عارف المباراة خلاص تم حسمها بدون جمهور فكل الأمور دي مركزين فيها بشكل كبير جدا الجانب طبعا الإدارة الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي والفصل التام كالعادة لكل اللاعبين لعابة النادي الأهلي بتلعب تحت أي ظرف الجو حر طبعا هنا درجة الحرارة بتصل لخمسة وثلاثين وستة وثلاثين لكن احنا يعني روح الفنين للحمر والأهلي بمن حضر كل الأمور دي شفناها على الأمر الواق شفناها طبعا على الأرض شفناها في كأس العالم غيابات كانت عديدة جدا ويمكن كمان كابتن هاني نفس الغيابات متواجدة فيها يعني عدد كبير النهاردة لو بسكر الغيابات على رسوم الشناوي وليد سليمان بدر بنون عمار حمدي أكرم توفيق صلاح محسن أيمن أشرف برسي تو عدد كبير جدا نقامات كبيرة جدا من لعاب النادي الأهلي لكن إن شاء الله الحداشر المتواجدين يكونوا على قدر المسؤولية كالعادة ملايين من جمهور النادي الأهلي بتنتظر مشاهدة هذه المباراة تشوف النادي الأهلي في الانطلاق الجيدة الحاصلين على بروزية العالم فيارب إن شاء الله كل الأمور دي يكون في مصلحاتنا كابتن هاني إن شاء الله بإذن الله وأنا شايف يعني قدامنا الصورة تدريب جزء من تدريب النادي الأهلي النهاردة على الاستاد أرضية الاستاد أعتقد أرضية جيدة جدا من خلال الصورة وده مهم جدا دي نقطة النقطة التانية برنامج النادي الأهلي بكرة إيه إن شاء الله فرقتنا هيكون برنامجها إيه بكرة إحنا عارفين إن مغراه ستقام يعني في السلسة زهرا عايزين نعرف منك البرنامج ده جزئية والجزئية الأخرى كيف استعد على المستوى المعنوي أنت عارف طبعا بعد وحصنا على البرونزية كان كمان فيه شغل الجهاز الفني مش شغل فني بس لكن على إن إحنا خلاص أفلنا الصفحة إن إحنا دخلين على مباراة مهمة جدا في بطولة أعتقد هي الأغلى للعيبة والجمهير النادي الأهلي هي نقطة مهمة جدا الحقيقة كابتناني طبعا والتجديد الدوافع والجانب النفس والمعناه ده مهم جدا والحقيقة الكل مميز فيه الحقيقة الجهاز الفني بالكامل كابتن سيد عبد الحفيز بيتسو مسماني الكباتن فريق النادي الأهلي لأن الفصل مهم جدا لعبتنا مميزة في هذا الأمر تقدر تفصل بين كل بطولة وبطولة عارفة أهمية البطولة عارفة عن إيه بطولة مباراة رايح جاي من مباراة واحدة بطولة كل الأمور دي الحقيقة لعيبة النادي الأهلي شغال عليها بشكل كبير جدا القامات المتواجدة أيضا والجهاز الفني تجديد الدوافع والرغبة متجددة بشكل مستمر عند فريق النادي الأهلي لكن الجلب المعناه مهم جدا وبيتسو مسماني مميز في هذا الأمر يجتمع باللعابين محاضراته كالعادة طبعا بيكون متوالة بيكلم بجانب فني مميز جدا لكن بيحاول تحفيز بشكل مستمر أهمية المباراة أهمية اللقاء انطلاقتنا تكون جيدة فهذا أمر مهم جدا بنتمنى إن شاء الله كل المردود ده يكون واصل لعيبة النادي الأهلي ونقدر في التسعين ديه إن شاء الله نحق نتيجة إيجابية تساعد النادي الأهلي في الحفاظ على البطولة إن شاء الله يكون للموسم الثالث على التوالي للأرضية الملعب الجوهراء الزرقاء طبعا الملعب يعني نقدر أقول بشكل كبير جدا يا كابتن هاني عما كنا طبعا متواجدين في النصفة لقبل الماضية الأرض يعني مش نقدر أقول جيدة لكن تساعد بشكل كبير جدا النادي الأهلي يقدر إن شاء الله ينفذ الجمل التكتيكية والتكتيك لأن النهار ده طبعا قبل انطلاق للتدريب الأخير والوحيد لفريق النادي الأهلي على ملعب الجوهراء الزرقاء تفاقت بيت سموسيمانيا وكل اللاعبين أرضية الملعب ما فيهاش يعني نقدر نقول ما فيهاش يعني فيهاش عالي واطي يعني بلغة الكرة يا كابتن هاني لكن تقدر تقول إن شاء الله بإذن الله الباص هيكون كويس نجيلة مش عالية مش هتتعمل أي أكرم باكل هو ده الأهم من نزلنا يا كريم يبقى بس التوفيق ويبقى كمان هو ده الأهم إحنا دايما بزبتها كابتن هاني في بعض المشاكل في ملاعب يعني القرى الأفريقية احنا عارفين بتسبب بعض المشاكل للإصابات وإحنا بصراحة مش نقصين إصابات مرحلة استكمال يعني بالتأكيد بالتأكيد يا كابتن هاني يعني هم بيحاولوا طبعا هم يتغرروا الملعب بشكل كبير ليناسب طبعا حجم مباراة البطولة الأفريقية لكن نادي الآلي تحت أي زرف متواجد تحت أي جو متواجد الطقس المناخ فيه أمطار فيه طقس عالي حرارة عالية كل الأمور اللي عيبت النادي الآلي متعودة على هذا الأمر والبطولة إن شاء الله بإذن الله كون مناصبنا وانطلقتنا كون جيدة هي بس اللي احنا بنأمله إن شاء الله حالة اللعبين دخلنا في المباراة كل الأمور دي هتدينا انطباع النهاردة يمكن شوفنا التدريب لا جدية وحماس وتركيز واضح لعبة النادي الآلي مركزة في شكل بيت جدا وإن شاء الله بإذن الله يعني المناخ الطيبة اللي احنا متواجدين فيه وتوفير مجلس إدارة طبعا كل الأمور الخاصة بفريق النادي الآلي إن شاء الله مردود هيكون في تسعين ديئة وإذن الله إن شاء الله نتيجة إجابية وبنطمع إن شاء الله كمان إن احنا نحرز هدف واتنين مش بعيد طبعا بعيدا عن وجود الجمهور أو عدم وجود الجمهور نادي الآلي لها في 65 ألف مشجع كانوا متواجدين في ملعب الجوهراء الزرقاء لكن إن شاء الله بإذن الله بيتس المسلمين يكون موفق كل العيبة يكون موفقة ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون معنا ونقدر إن شاء الله نعود من السودان بنتيجة إجابية تساعة فريق النادي الأهلي في البطولة الأفريقية كريم بنشكرك شكرا جزيلا وطبعا كل التوفيق لفرقتنا بإذن الله وتحياتنا من هنا تحياتنا لطبعا فرقتنا وكلنا وراهم إن شاء الله تكون بداية للحضاش ريالي كريم بنشكرك شكرا جزيلا شكرا يا كريم أحمد عايزك برضو تقول البداية بداية مشوارنا في البطولة الأفريقية البطولة الأغلى لجمهيري النادي الأهلي شايف المباراة يعني واختصار مباراة طبعا أمام فريق الهلال السوداني زي بك يعني مباراة مهمة جدا لأنها أول الأول افتتاح بالنسبة لنا افتتاح المشوار في دوري أبطال أفريقيا كل الفرق لعبة مرش سابق معنا فمحتاجين إننا ندخل بجدية خصوصا الملعب أي أن كان وضع الجماهير هو ملعب مش سهل صحيح الأجواء هتكون حر على اللعيبة اللعيبة جاية من فترات إرهاق وصفر متتالي أنا وصفت اللي حصل في كاس العامل الأندية بأنه ربا ضراتنا فعل لأنه إحنا كسبنا فريق كبير فعلا في كاس العامل الأندية تحت الفريق الأساسي أو تحت العناصر الأساسية المهمة فأعتقد من مباراة الهلال السوداني هتبروز التحسن ده أو لقدر الله لو حصل فيها تعادل أو تعصر إن شاء الله لعبة الأهل تقدر تطلع منها في أسرع وقتهم إن شاء الله عندنا سقة كبيرة كمان الحالة المعنوية جيدة جدا جدا رغم طبعا لسه فيه غيابات مؤثرة لكن زي ما بتتكلم الحالة المعنوية بشكل كبير جدا بتأثر بشكل إيجابي وأنا معاك إن شاء الله أول تلت ساعة تعدي على خير لأن أنا باعتقدها يكون فيه هجوم شرس من فريق الإله لكن إحنا قادرين ولعبة النادي الأهلي أثبات الدوة أثبات الدوة من خلال كاس العالم للأندي اللي عايز أقولك إن يمكن كان أقصر متفائلين من جواهير النادي الأهلي بنقول بس إحنا نعدي المباراة الأولى أو يعني ما تنزمش فيها هزيمة كبيرة ولكن لا يعني وما ده اللي بقوله حرارتك إحنا كسبنا تيم كامل لما تتطمن على كل البودلاء بتوعك في مباراة مباراة بالحجم ده فمعنى كان أنت بتكسب تيم كامل أنت بتكسبش بس مجرد بودلة أنت بتكسب تيم كامل يعني إحنا لما كان لما أكرم توفيق بقى له حوالي ستة أو سبعة شهور من ساعة مرش الترجي التونسي في قياب قبل نهاية دورة أبطال أوروبا وأفريقيا السنة اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا وبقى الظاهير الأيمن الأساسي للمنتخب كلنا من قلة ما شوفنا محمد هاني في الظاهير الأيمن بدأنا نقلق ولكن لما محمد هاني بقى عنصر من عناصر القوة بتاعتك في كاس العامل الأندية هو لسه نازل ده معناه أن اللعبة دي كلها بلا استثناء على قريبة جدا في المستوى من بعضها بتتلقى نفس التمرين عندها نفس الروح المعنوية العالية ما فيش حد معلش بينزل شايل من زميله اللي قابله هو كله بيركز أن يؤدي أفضل مهمة بالنسبة له اللي قاعد زي اللي نازل وده اللي اتأكدنا منه لما بيلعب لك الباك الليمين الثالث زي كريم فؤاد قدام منتير المكسيكي وينزل شوت تاني كامل يعمل أداء ممتاز جدا 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 مع أنه هو يعني الجماهير بتطالب بمشاركات أكثر ليه في الدوري وينزل قدام فريق بحجم منتير المكسيكي حتى بغض النظر عن الحالة الفنية بتكلم حراتك عن الحالة البدنية لكل اللعيبة محمد مغربي نزل آه كان مهجوز شوية في بداية المباراة ولكن لما ينزل يبقى على الأقل قادر يلعب التسعين دقيقة أو الوقت اللي نزله في المتش قادر يلعبه فتو بإجارة لعيبة مكسيكية وأرجنتينية من أعلى المستوات في العالم ويقدر يعمل ده فأعتقد أن احنا نكسيب ناتيم كامل في كاسة عامل الأمدية لو ربنا وفنا إن شاء الله بكرة وبنين على النقطة دي بانتصار كويس كمان أعتقد أن احنا ماشيين في سكة حالة معنوية ممتازة للأهل هتخلى إن شاء الله الحداشر سهل إن شاء الله طبعا بقيت كلامك جدا وكمان بيتس مسماني قال خلاص أنا عندي فرقة أي أن كانت الأسماء وكلهم محترفين وكلهم على مستوى احترافي كبير جدا إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في أول خطوة للحداشر يا أهلي بإذن الله طيب قبل ما أتكلم معاك بالتفصيل عن المباريات تعالنا وأنت والسيد المشاهدين نشوف نتائج مباريات بطولة أبطال أوروبا اللي أقومت طبعا يوم الثلاثة ويوم الأربع وطبعا هما كان الأربع مباريات طبعا أهم النتائج طبعا سبورت إنجليش بونب بيخسر على أرضه أمام المان سيتي بخماسية نظيفة بيتس جي بيفوز بصعوبة على ريال مدريد واحد سفر في أدائي الأخيرة والمفاجأة على كل المحاور سالسبورج طبعا ريد بول بيتعادل مع البايرن أو نقدر نقول البايرن بيتعادل مع سالسبورج واحد واحد وليفر بول بقيادة نجمينا المتقلق محمد صلاح بيفوز على إنتر في الميلان 2-0 زي ما أنت قلت ما فيش كلها نتائج متوقعة معادة نتيجة طبعا البايرن حنيجي المبارات البايرن لكن خلينا نتكلم الأول على مبارات مبارات كبيرة مباراة الإنتر وليفر بول طبعا كانت مباراة يعني اللي عايز يشبع تكتيك وعايز يشبع كورة وعايز يشبع أداءات فردية وممتازة وعايز يشبع يعني صراعات مدربين كان يدخل الماتش ده كده هادي ورايق هيشوف 90 دقيقة فعلا من أرواع ما أنتج في الكرة الأوروبية السنية دي على الألال في الموسم ده ليه لأنه يعني شفنا الإنتر في ثوب قوي جدا 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 غير مختلف في فرقة كبت أن أنت تحضر مباراتك صح فتلعب ماتش صح جدا للأسف أنا يعني هو نقصه التوفيق يعني للأسف بلغة المشجعين إنتر ميلان ولغة سيموني إنزاجي لما تقوم حضر ماتش قدام تقريبا أصعب فريق أو أكتر فريق معقد في أوروبا أو أكتر خط هجوم معقد في أوروبا وتلعب الماتش ده بالاتزان ده وكل دقيقتين بيحملوا بالنسبة لك فرصة خطرة للتسجيل وتبقى بس واقف على كواليد اللعيبة ممكن أو على التوفيق وبتلعب مين كمان وبتلعب مين بتلعب فريق كبير زي ليفر بول أعقد خط هجوم وأعقد فريق ممكن تلعبه حتى سيموني إنزاجي قبل الماتش أنا لو بتمنى أي فريق من الـ 14 فريق اللي غيرنا وغير ليفر بول مش هتمنى ليفر بول يعني الآخر فريق كنت تتمنى ومع ذلك بإنتر ميلان لعب الماتش بزكاء كبير جدا 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 كان ينقصه التوفيق في اللامسة الأخيرة وتوفيق جيكو ولكن زي ما احنا بنقول أحنا كرة القدم بتكون يعني مش ظالمة بس أحنا يعني 90 دقيقة يفرقه في تقييم الجماهير وتقييم النقاط يعني إيدن جيكو اللي كان البديل الأمسل للكاكو العبقرية بتاعت انتر ميلان اللي جاي بـ 14 جون لحد دلوقتي مع إنه ما جاش مع إنه ما تدفعش فيه فلوس ولوكاكو بيعاني مع تشلسي وبيقدمش المستوى المنتظر منه يعني في 90 دقيقة كله بقى بيقول العكس تماما كله بقول يا لو لو كاكو كان موجود يعني يا ريتكا لو كاكو موجود فده متعد كرة القدم على مستوى المدربين يعني على مستوى المدربين سيموني إنزاجي دخل ماتش أنا شفت يعني الضغط المتوسط في التلت الأوسط من الملعب والشراسة في الافتكاك بالذات تمبالح كان أرتروفي ده الممائز جدا في الافتكاكات والتحول بسرعة جدا من بعدين حتى لما أليكسي سانشيز والزيكو لما بقوا يعني في التحولات بالذات في الشوت التاني كانوا خطرين جدا على مرمى ليفر بولو ولكن يورجين كلوب عرف يعني أنا حسيت أنه هو يعني لما حس بخطورة إنتر ميلا في الشوت الأول يعني رسم الشوت التاني وقتيا وعرف يعمل بالضبط اللي هو عايزه فعندما جات الديئة 65-70 وشال جوتا ودفع بورقة روبرتو فرمينو بعض الناس كانت تنتقد أثناء المباراة يعني بعض الناس أثناء المباراة يعني جوتا موفق جدا وبيجيب راسه بيمينو بشماله أهدافه التلت التلت على العكس على العكس فرمينو ما هدفش كتير السنادي ولكن هو كان محتاج لعيب في الوقت ده ييجي بقى في الحتة التلت الأوسط الانتر ميلا بيكسف الضغط فيه ويطلع منه دياز وصلاح يلعبوا بقى قريب جدا لمنطقة الجزاء ده مردوده كان هدفين في حوالي 20 دقيقة يعني هو ده تدخلات المدرد في المنشط الصعبة ليفربول مقدمش المنش اللي كان مثلا فيه يعني إعصار الهجوم المنتظر منه ولكن لما احتاج عناصره المهمة في منطقة الجزاء لأفر منه محمد صلاح وطبعا محمد صلاح يعني هنتكلم على محمد صلاح هنتكلم عليه بالله إن كمحمد صلاح متباين الأداء ولكن يبقى النجم يعني هو اللي بيخلص المباراة زي ما بيقوله ليفربول طبعا الإحصائية قدامنا طبعا 2-0 للصالح ليفربول الفرص ما فيش فرص كتيرة يعني أربعة ليفربول قدر من الأربع فرص يحرز هدفين طبعا الانتر عنده خمس خمس فرص لم يحرز منها أي هدف هدف المتوقع كانت اللي صالح ليفربول 1.2 مقابل 0.7 للإنتر نسبة الاستحواز كانت تقريبا قريبة 51 ليفربول 49 للإنتر التمريرات نسبتها الصحيحة 86% ليفربول 80% تصوبات على المرمى 11 ليفربول منها 2 ما بين القائم والعرضة وإنتر 8 تصوبات ما فيش ولا تصوبة ما بين القائم والعرضة العرضيات تمانية ليفربول 13 إنتر الركنيات 7-7 أرقام متقربة لحد كبير جدا ولكن زي ما أنت بتقول على مستوى المباراة كان فيه تفوق واضح على مستوى الأداء على مستوى خلق الفرص يعني زي ما احنا شايفين نسبة التمريرات لو ليفربول مرر 589 كورة وإنتر مرر مرر 507 فإحنا يعني سياق المتش اللي هيعرفنا أن إنتر مرر ما كانش مهتم باستحواز الكورة في رجله قد ما كانت كل التمريرات دي خطيرة والقدام وبني هجمات وفيها ارتدادات سريعة جدا ومشاكل على تفعل فربول اللي كان فعلا مبارح فيرجل فندايك أدى مباراة من أعظم المباراة اللي أدىها فندايك يعني خد أعلى ريد في المباراة من أفضل المباراة ومن الحاجات اللي تباين لك بقى ده ليه أفضل مدافع في العالم يعني لو أنت فاقسته بقى بالسنائيات والاحتكاكات والقرارات يعني مركز مركز في كورة لو تروا كان واحد لواحد عليه بمجرد بس الترحيل البسيط كده خلى الهجمة بازت يعني خلى الهجمة بازت دي بالضبط خبرة فيرجل فندايك في السنائيات ليفربول عرف ياخد اللي هو عايزه من المارش وحيانا التوفيق بيخدمك لما لما تأخذ مباراة صعب وتستحمل الضغط عليك طبعا ولما تملك نجوم بحجم محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانيه برضو ده بيكون وجوتها كل نجوم ليفربول بيكون لهم كلمة الحسم في الأمطار الأخيرة لو كان فيه لمسة أخيرة عند جيكو في الماتش ده بطريقة سأسألك كان إيه اللي نقص الانتر عشان يفوز يعني الانتر خلق فرص حتى على مستوى بناء الهجمات ما كانش فيه خوف يعني رغم الضغط العلي كان بيعمله ليفربول من التلتل قداماني لكن كان بيقدر يخرج بالكورة عشان يعمل هجمة يعني نظامية بمعنى صح ولكن كان عنده كمان سرعات في الكونتر أتاك ليه ما قدرش يحر زادا لأنه يعني شئنا أمقابينا تقدم عمر إدن جيكو طبعا الطريق اللي لاعب بها سيمون إنزاجي كانت قائمة إن جيكو ما يبقاش موجود في منطقة الجزاء قوة الجيكو موجودة في منطقة الجزاء هي التحولات بتقوم على جيكو بلعبه 3-5-2 بلعبه 3-5-2 بس جيكو كان بيسقط أكتر يستلم الكورة ويدي كورة مباشرة في العمق اللوطارو بالزبط جيكو قدم مباراة كبيرة جدا بس كان كل ما بيوصل لأربط 18 يما بيوصل قطع مسافة كبيرة سبرينتات ما بقتش بتساعده حالته البدنية إنه هو يفنش في الوقت ده فيه كورة في الشروط التاني بالذات كان الخيار الأول اللي تجيكو دايما إنه يشوف بشماله هو باصة تحت مستني مستني لو طارو ييجي فأهدر فرصة كانت محققة جدا لو مستلمها بقى في الثمانتاشر هيكون عنده اختارات كتيرة وجايب نفسه أكتر بلغة الكورة يقدر يشوف بشماله المرمى مفتوح قدامه مش مهتمة إنه يخلص منها وخلاص هي دي النقطة بس إنتر ميلا برضو افتقد أهم شيء إنتر ميلا بصراحة التوفيق يا كاب إنه ما كانش موفق يعني أنت ميلا ما كانش موفق كل الكور اللي كان فيها يعني احتمال إنه يبقى أهداف محققة بيسقط في اللمسة الأخيرة أو قبل الأخيرة واجه خط تدفع بالذات مبارح كمان كوناتية عمل مباراة ممتازة جدا بس فيرجل فاندايك بصراحة مبارح هو الأسباء يعني الماتش ده لو طالع زيرو جول بالنسبة لليفربول أو طالع بكلينشيت فمن أهم الأزابية فيرجل فاندايك صحيح كمان على مستوى الإدارة الفنية يوجن كلوب أدار المباراة بشكل يمكن البداية بعض الناس يعني كان فيه شوية عدم احترام للإنتر وكان فيه شكل هجومي أكتر لكن التعديل اللي حصل تقريبا في الدياية 60 كمان رجع ليفربول للمباراة بشكل أكتر من رائع وفاز 2-0 وده المهم يوجن كلوب كان سعيد جدا بالمباراة وكان عارف أهمية هذه المباراة وصعوبة هذه المباراة من خلال المؤتمر الصحفي تعالوا مع حضراتكم نشوف يوجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد الفوز المهم جدا على الإنتر 2-0 لا يزال الوضع خطيرا إنه مجرد الشوطة الأول هكذا هو الحال في مراحل خروج المغلوب تتعلم الكثير عن خصمك تقوم بالتحليل دون أن تلعب ثم يمكنك بعد ذلك إجراء تحليل من خلال اللعب يعرف الفريقان الكثير الآن عن بعضهما البعض لذلك لا نشعر بأننا قطعنا نصف الطريق سيكون الأمر صعبا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك لكنني لم أعتقد أننا لعبنا بطريقة مماثلة لكنهم قدموا أداء جيدا لعبوا بشكل مختلف بالنسبة لنا كان هناك الكثير من الأشياء المختلفة كانوا جيدين جدا ولهذا السبب إنه الشوطة الأول تقدموا بهدفين لو كان الشوطة الأول مناسبا فأنا لا أقول للاعبي إنه تم إنجاز المهمة يمكنكم أن تستريحوا هذه نتيجة صعبة للغاية ولماذا يجب أن نفكر في النتيجة بشكل مختلفين الآن اللاعبون الذين دخلوا في الشوطة الثاني كان لهم تأثير مناسب الثلاثة كانوا حقا جيدين سجل فيرمينيو ومن هناك سيطرنا على المباراة وسجلنا هدفا ثانيا مرة أخرى بعد ركلة ثابتة لذا إنه الشوطة الأول لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل يورجن كلوب بيقول إنه لسه لسه طبعا ما أنهناش المهمة لسه المهمة صعبة وبيتكلم على حتى التقدم 2-0 ما يعتبرش لسه يعني استكمال المشوار شايفت كلام ده إزاي طبعا كلام ممكن هو مش هو ده في قلبه قوي بس هو لازم يطلع أقول كده عشان لعبة ما تترخش خصوصا بعد تسهيل يعني نسبيا مهام يعني التغيير التاريخي في القانون إن الغاء ما رايق فيه كنت لسه أسألك لا أنا شايف إن ده نحو كرة قدم أكثر عادلا يعني أو أكثر فرصا للفرقتين أنا لما بلعب في أجواء يعني مشحونة جدا ومجرد بس إن فريق يشحن للجو في المدرجات وفقد حظوظي مع أن أنا أفضل في الملعب ممكن بقيت يشحنه بأي طريقة يعني ممكن حد يشحنه يرمي حاجة في الملعب ممكن يعرض اللعيبة للأذى ممكن احتكاكات مبالغ فيها المدربين بتقول على اللعيبة عليها تتوتر الفريق المنافس بس فكده يعني ده كرة قدم بيور إنزل ويلعب وكسب بجونه اثنين والجمور لي دوره بس ما يبقاش أنا كاسب برن ثلاثة واحد مثلا في ملعبي وانزل هناك قدم فريق أضعف مني كرويا بكتير يضغطني جدا برا الكورة بحاجات ما لاش دعو بالكورة ممكن بتصريحات ممكن بتعصب زايد عن اللازم أعتقد دي من الحاجات الموفقة جدا اللي اتخذت في الفترة الأخيرة من الإدارة الهدية سواء في الوفا أو في الفيفا طيب في حزوز للإنتر في مباراة العودة أنا ما توقعش يعني أنا ما ييل أكتر أن الليفربول ينزل من بدري خلص لأنه خلاص هو الليفربول انتر ميلان عرف يلعب بتكتل كويس جدا في منطقته ما كانش فيه مساحات كتيرة غصب عنه مش عارف يعمل ده الطبيعي بقى الريت ما هيكون أسرع في ملعب أنفلد الليفربول إلا لو اللعابة نزلت متراخية وظننا أن 2-0 دي خلصانة وما أعتقدش ده بيحصل ممكن ده لأن فيه تأهيل نفسي وفيه تأهيل سيكولوجي بشكل عام اللعابة كبيرة بالزبط كت فما أعتقدش أن انتر ميلان اكتفى بالتمثيل المشرف في مباراة الزهب بتهيئ لي طيب تعال أنا وأنت وأستاذ المشاهدين نشوف سيموني إنزاجي المدير الفني طبعا للإنتر قال إيه بعد الهزيمة من الليفربول 2-0 كانت هذه مباراة رائعة يجب أن نشعر بالفخر لقد لعبنا ضد أحد أقوى فريقين في أوروبا خلال 75 دقيقة كنا نستحق الفوز بالمباراة للأسف لم ننال المكافأة بالأهداف كانت تفاصيل وسنتمترات قليلة حصلوا من خلالها على المكافأة لكن يجب أن أهنئ فريقي أنا فخور بهم وفخور بمشجعين الذين قدموا لنا دعمهم حتى النهاية أتمنى مباراة الإياب أن تكون مثل هذه لكن بنتيجة مختلفة أعتقد أنه بالنظر إلى مستوى منافسينا فقد لعبنا أفضل مباراة هذا الموسم لنكون صادقين لقد لعبنا بشكل جيد للغاية لكن لحسن الحظ لا يتعين عليك مواجهة ليفربول كثيرا لكن ليفربول فورتونا تماني تلوشين كونترا بوكيبو أبا هميد مواب تعبير دقيق هو قال الموضوع فرق في سنتمترات قليلة هو الجونين جون في سنتمترات قليلة وده الفرق الكوالت اللي كنا بنتكلم عليه سواء فرمينو حتى الجون بتاع فرمينو في منتاع الصعوبة صعب جدا لعيب الكورة اللي يجيب الجون ده يعني يعرف أنه متضرب عليه ألف مرة إما هو من هو طفل بيجيبه إما والدته بتدعيله أولا الوضع المعقدة وأنا بجري كده هي الحاجة الوحيدة فعلا أن أنا زحلها عشان تيجي بالزبط وتروح في الحتة دي صعبة جدا بس هو عمل أعلى حاجة يقدر يعملها أفضل مسدد بالرأس إن أنا في الوقت ده وأنا بجري في الارتفاع ده والمدافعين طوال مني كلهم أنا بمايل بس بزحلقة على رأس تخبط تروح بس هتروح صح فاللي في منه عمله يعني هو ده فعلا فرق الكواليتي محمد صلاح الجوني اللي جابه ورغم أنه كان فيه توفيق كبير جدا برضو أنها ترتطم بسكرينيار أعتقد في طريقها للشبكة بس إن أنا روح بوضعي الجسم دي وفكر أنها تتحط في آخر البعيدة فهو راسم في دماغه إيه اللي يسبت هندانوفيتش يعني إيه اللي يخليه واقف مكانه بالزبط لا يتحرك يمينه لأن الزوال دي هو قفلها لأنه مذاكر صلاح كويس صلاح العادي أن أنا لعيباش ولا حطاف دي ميتة بالنسبة لك ولكن أنا روح حطاف اللي هناك ده اللي صعب جدا هو ده اللي يقولك أن كواليتي اللعيبة فعلا فرقت في المرش ده عايزة أكلمك وأنا كنت أتكلم معاك برة يمكن قبل ما نخش على محمد صلاح وده قيمة النجم يمكن حاجتين هتكلم على النواحي الفنية يمكن كان محمد صلاح على المستوى البدني كان فيه ملاحظة أنه هو يعني منهج بدنيا لكن قيمة محمد صلاح الفنية كمان أنه بالرغم أنه هو ممكن يكون بدنيا مرهق شوية ما بيقديش بأحسن أداء ولكن يأتي في النهاية الفرصة بجول ودي تيجي قيمة النجم الكبير قيمة عالمية ما فيش شك بالظبط يا كده محمد صلاح دلوقتي دخل في مود ميسيو كريستيانو يعني المود اللي هو في أسوأ حالاتي أسجل ميسيو كريستيانو في أفضل حالاتهم في أفضل حالاتهم حاليا محمد صلاح يعني فعلا ككورة معدل لتنين دلوقتي يعني وده مش شيء بنتكلم بيه تحيوزا كمصريين معظمنا يا ريال مدريديين يا برشلونيين بس لا يعني الواقع بيقول العالم بيقول محمد صلاح دلوقتي يا أفضل يا تاني يا تالت أفضل لها في العالم في فدت له تالت أفضل لها في العالم فإحنا بنتكلم في واقع حقيقي غير كده كابتل لو بصت لإجمالي لمسات محمد صلاح أبص لها مثلا نمطش ده زي بقى بنقول محمد صلاح نجم كبير نجم عالمي رغم أنه هو على مستوى المباراة لم يؤدي بالشكل المناسب ولكن يبقى محمد صلاح يمكن نجم من الجوم الكبار ونجم المباراة لأنه أحرز هدف كمان هدف مهم جدا الهدف الثاني طبعا الأرقام بيكلم طبعا صناعة الفرص واحد جاب هدف تصويب عن مرمى اتنين ما بينهم واحدة ما بين القائم والعرض مرواقات ستة منهم أربعة صحيحة زي ما أنت بتقول أرقام قليلة مش أفضل حاجة أقدمها صلاح ولكن المهم بقى أن محمد صلاح زي ما قلت لحرارتك وصل لمرحلة عارف الكليشي بتاع الأرقام تطارده أنه فعلا أول مجرد منجيب جون في إنترميل أنت بص تلاقي تاريخ تفتح على مصراعيه زي ما بيقوله فإحنا بقى عندنا آخر تمام ماتشاط جيه بعشر تجوان وصل للهدف 149 مع ليفر بول 30 هدف 51 ماتش أوروبي مع ليفر بول بتتكلم أنه الرقم اللي فعلا رقم زو دلالة كبيرة جدا اللي كل إنجلترا بتتكلم عليه أن محمد صلاح قدامه أربع أهداف ويكون أفضل مسجل في النادي إنجليزي في تاريخ دورة أبطال أوروبا ده رقم يعني ده رقم يعني فيه أرقم بتبقى معلبة كده جاهز عشان الناس تسود الصفحات البقيدة زي ما بنقول أو تكتب ولكن ده رقم يا جماعة تاريخي لأنه لما بتتكلم إن يا سرخ وأجوره الهدف التاريخي اللي أندي إنجليزي في دورة أبطال أوروبا جايب 36 جون في 64 ماتش محمد صلاح بجايب 32 جون في 51 ماتش فأنت بتتكلم في أرقام مرعبة بالمعنى الحرفي لكلمة مرعبة أرقام تدل إن محمد صلاح ماشي في سكة كبيرة جدا يكون من اللعبة اللي لا تنسى عبر التاريخ مش مجرد في زمنه أفريقي مثلا أنا أحس بالفخر مجرد أنه لعب أفريقي أو لعب محبوب أنا أحس بالفخر فلو لعب مصري أشعر بمية فخر لأنه محمد صلاح لما يتقال أنه هيبقى موجود جنب جيرارد ودانجليش وإيان راش وهو واحد من أفضل من عانق قميس لي فربول في التاريخ وهو واحد من أفضل من مثله الأنديال الإنجليزية في التاريخ والأرقام تقول ذلك لو قعد أو بقي لو قعد أو مش لما تصل على كنان ده من جيمي كراجر يعني بتبص تلاقي الحالة فهلا وإيه اللي عمل ده كله مجرد هدف من محمد صلاح في إنتر ميلا في مباراة ما كانش موفق فيها يعني ما كانش بيقدم أفضل مستويات فهنا الليفل اللعب يتحول فيه من ستار لميجا ستار ميجا ستار يعني ميجا ستار هنا خلاص كل ما بجيب هدف وده نتيجة بقى الجهد يعني لما محمد صلاح بيرجع كده فلاش باك بذكريات وكلها ويفتكر كل بقى مشوار كان بيطلعوا من قريته يوصل بها نادي المقاولين وبعدين إصراره يروح بازل ومن بازل إصراره يفضل موجود كل المتشاط ولعب ويوفق في المتشاط هي دي اللحظات اللي بياجن فيها حاصات كل اللي زارعوا قبل كده فيعني إمبارح وأنا بطلع الأرقام والكلام والأغلفة اللي بيتصدرها محمد صلاح لمجرد هدف سجل في نهاية مباراة دورة أبطال أوروبا أنا حسيت فعلا بفخر شديد جدا كمصري والريومرز عموما اللي طلع بسبب حتى في موضوع تجديد عقده يعني حتى في موضوع تجديد عقده يا كابتن تبص على طريقة الكلام اللي بيتكلموا فيها عن التأثير بتاع محمد صلاح في الكرة الإنجليزية في ليفر بول في الشكل التسويق في ليفر بول فهتبص تلاقي نفسك 70 مليون باوند في خلال سنة التشيرتات محمد صلاح بس بيع التشيرتات محمد صلاح خلال عام هو كان 70 مليون باوند يعني جنيس ترليني ده رقم كبير جدا وعلى مستوى الأرقام محمد صلاح يعني بيقصر أرقام يمكن كمان بقى دلوقتي في المركز التالت في خلال 50 مباراة في التشاملز ليج بيجيب 33 جون اللي سبقوا بس رونالدو وليفا فان شاء الله خلال الفترات اللي جاي لأ محمد صلاح ممكن نحقق أرقام مذهلة موضوع التشيرت ده أرقام رقم حقيقيه فعلا هو رابع أعلى مبيعات التشيرتات في العالم السنة اللي فاتت لما نبص للرقم ده أحيانا بيبقى ما هو وراء الرقم أهم من الرقم لما نبص للرقم ده في ضوء خلينا نقوله العنصرية أحيانا ضد العرب ضد لعب العرب في أوروبا فبصت لأي الرقم ده كمان مذهل إنه كمان مش في إنجلترا ده في العالم من أعلى مبيعات التشيرتات كنت بقرأ تقرير لكاتب إنجليزمو ريتشارد جارنت على ليفربول إيكو اللي هو الموقع الجماهيري الأول للنادي ليفربول معترف بيجا ماريا وحيان ليفربول بيجري به حوارات رسمية مع اللاعبين من خلاله من خلال ليفربول إيكو ريتشارد جارنت كان بيقول إنه يعني بيتكلم على نقطة صلاح ومبابي لو ومبابي دخل بقى معادلة تعاقد ليفربول صلاح ممكن يبقى ليه تسكيلات أكتر وننتقل لبي اس جي أو للي المدريد أو أي حاجة بيتكلم إنه فيه أربع لعابة في العالم فقط ممكن إنه هم يتحطوا قدام بعض في ميزان من الناحة التسويقية كريستيانو ورونالدو ونمارو ومبابي وحط إسم محمد صلاح معهم فلما بص تبص للناحة التسويقات دي كلها هو بيتكلم على تأثيره كأكتر لعابة لشعبية بين العرب وأكتر لعابة لشعبية بين الأفارقة وأكتر لعابة لشعبية في إنجلترا وأكتر لعابة لشعبية في ليفربول فأنت بتتكلم في سوشيال إمباكت عالمي تأثير بشكل كبير جدا هو ده هي دي القيمة اللي وصلها محمد صلاح اللي تخليه فعلا يعني متخطي بقى حدود أفضل لعب في مصر أفضل لعب في لأ عدنا كل ده عدنا كل ده خلاص ورايحين للمشوارة النابل الوحش محمد صلاح طبعا نجم كبير وزي ما بقول لحضراتك يكفي فخره وعايزين تمنى نتعامل من الجزئية دي يعني محدش بيقولك ما تنتقدش ولكن اقبر النجم بتاعك وقف جنب النجم بتاعك أنا عاشت في ألمانيا وكانوا بلغة الكرة كده بيلمعوا النجوم يعني بتتكلم على نجوم كبار جدا في ألمانيا لكن الانتقادات مش هقولك ما تنتقدش ولكن حاول يعني حاول تأدر قيمة محمد صلاح الحقيقة ما تقولش الناس ده ما بتيجي بتقولك والله لا ده بره بيقدروني أحسن من مصر أو أحسن من بلدنا الكلام ده لازم يتغير محمد صلاح قيمة كبيرة جدا 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 على مستوى العالم محمد صلاح واحد طالع من عندنا طالع من بلدنا من طرابنا من مصر لازم يكون فخرين به جدا 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 أنا برضو تاني بقول آه ممكن تنتقد ولكن انتقد ولكن بقيمة محمد صلاح لا يعني ما قص من قيمة هذا النجم الكبير شفنا مبارح في المباراة واحد من جماهير الانتر رافع رأي كبيرة مكتوب مي دريم إز يور تي شيرت محمد صلاح يعني حلم حياته انه ياخد التي شيرت بتاع محمد صلاح ده قيمة كبيرة جدا شفنا يعني مقاطع من الفيديو منتشرة ازاي جماهير ليبربول قبل المباراة بتغني في الأهاوي والطرق هناك في إيطاليا بتغني أغنية محمد صلاح مو صلاح مو صلاح يعني قيمة النجم الكبير ومحمد صلاح صورة مشرفة لأي مصري وأي عربي وأي أفريقي ربنا يكرمك محمد صلاح ان شاء الله بكل خير وهنطلع الفاصل السريع ولسه لينا حواديث مع دوري أفطال أوروبا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد خلصنا ليبربول وأعتقد خلاص يعني الأمور اتحسمت لصالح ليبربول لكن كان في مباراة كبيرة تانية مباراة كبيرة جدا جدا على مستوى بعض الناس سموها نهائي مبكر ما بين طبعا البيس جي وريال مدريد طبعا كان مباراة مهمة جدا وزي ما بنقول موراء الرقم في موراء المباراة يعني المورش ده كان موراء حاجات كتيرة أولا أنه بوشتينو بيعود لمنازلة فريق أسباني بعد ما خرج من الليجة ويكون الفريق ده ريال مدريد ميسي بيرجع تاني لعب ريال مدريد بعد ما ظن جماهي ريال مدريد أنه مستريح منه أنه مستريح منه بيرجع يكمل عودت نمر على المتش بالزبط وجود مبابيلا هي لعب السنة الجاية غالبا أو فيه يعني تقارير بلغة القوة قبل المتش بدقايق كان فيه اجتماع بين الناصر الخليفي وفيدورنتينو بريز عشان حاسم ملف صفقته بشكل كامل وهو نادي عمره طبعا ده المدريد ونجمع عمره كريستيانا رونالدو وبيحب يتدرب تحت زدان فكل ده كان ده المتش ده بالذات طابع تاني مختلف وهيدي متش البرنابيه في مارس طبعا من أخرش في المتش كنت أتكلم في الإنترو على الرقم الخرافي اللي اتعرض على مبابيه خلال سنتين من بريز سان جرمان واتكلمت طبعا عن حلم حياته اللعب للريال لكن كمان دخول الليبر بول في المنظومة يعني انت شايف انتقال مبابيه ازاي في الفترة اللي جاية يعني طبعا احنا في الوقت الحاسم اللي هتتحدد فيه حاجات كثيرة جدا في موضوع مبابيه لان بريز سان جرمان على الاقل عايز يجدد عقده يعني على الاقل الهدف ان انا قمضي معاك سنة مثلا او سنتين علشان على الاقل ما يخرجش فري يعني ممكن تبقى دي بوابة من خلالها اجيب بقى منه فلوس يعني يتم تسمعه ما بقاش عندي مبابيه وما يتسهلش خروج بفلوس انا جايبه حتى بـ 80 هو صغير في موناكو كان بـ 80 مليون يورو فاعتقد انه احنا في الوقت الحاسم لما كان قبل المتش ده قبل الجلسة التي وصفت بالمتوترة بين بريز والخليفي اعتقد كان كل المشهد كله كان ماشي في سكة خلاص حاسم ملف الصفقة لصالح ريال مدريد ولكن من بعدها وتبص تلاقي كل الاخبار بقى اللي بدأت تتنشر دخلت اسم ليفر بول في جملة مفيدة او موضوع لبرون جيمس والشركة الرعية اللي عايزة تسهل ضم مبابيه لليفر بول او وضعه بقى خلاص على التقاولة قدام محمد صلاح كان يجمين ممكن تحصل ما بينهم حاجة اشبه بصفقة تابدولية خصوصاً اللي اتنين عقدوهم بينتيه بنهاية الموسم كل ده نوع من انواع التطخيم في صفقة هي فعلاً في مراحلها الحاسمة وجهت نظرنا انه رغبة اللعب بالانضمام لليل مدينة تحسن كل حاجة ولكن لما الخليفة بالذات الخليفة بين بين كل المستثمرين العرب بيحط دماغه ويقعد او يجيب بيتطرح ارقام خرافية لانه انا استرجعت موضوع نمار مثلاً لما كان برشلونة فيحصل جو كده مخابراتي غريب انه يجيلوا بقى في باخيرة جنبه في الاجازة ويعرض عليه طيارات خاصة ويعرض عليه سلاسل فندقية ويعرض عليه حاجات تزاغل العنق اي لعب كرة وما يتوافقش بالعرض فينديك زي السنة جاية في عام 222 مليون يورو كاش وتتجفر شنط يعني مش ممكن المنظر اللي الخليفة ممكن يدخل فيه في العناد انه بس عشان ما يتقلش انه ريال مدريد او بريز نجح انه هو يلوى ديعه ياخد انفاقين من بريستان جرماندية دي ده الخط العريب الهد لاين ده هيدايقه جداً اعتقد انه يعني الخليفة بالرقم اللي تراحته الاندبندنت قبل كام ساعة المليون يورو كاسترليني اسبوعياً ده خلاص بتتكلم فخلاص هيعدي كل لفلات الكورا خلاص معادش فيه رواتب لا في الصين ولا في خليج ولا في امريكا بتعطى ان تتدي مليون يورو في الاسبوع اعتقد ده لو تحط على الطاولة فعلاً قدام مبابيه وكمان بجانب بجانب ان العرض مش طويل يعني ممكن تمدي بالعرض ده لمدة سنة او سنة بالضبط وهيخلص ده وعنده 23 سنة يعني عنده 25 سنة ممكن يروح بعد كده لسه الحياة كلها قدام يعني زي محمد صحت الوقت 29 سنة وبيتفقد على اعلى عقب لي انت بقى كم سنة هتبقى معك غير العقود الرئيال معك بالفعل دلوقتي معك نايكي ومعك كل الشركات التقيلة فاعتقد انه لا لو تحط لت المليون يورو اسبوعياً دي لو فعلاً التقارير ده حقيقي اعتقد ده بقى فعلاً اللي هتقش اللي هتقش كل حاجة طيب تعال نشوف ارقام مبابيه طبعاً في مباراة امامه امام ريال مدريد طبعاً يعني طبعاً 95 دي جاب هدف صنع خمس فرص صبعاً مرمى سبعة ما بينهم اربعة ما بين القام والعرضة مرواقات 16 منهم 14 صحيحة رقم ارقام جيدة ولكن خلينا نتكلم انت شفت المباراة وشفت تديه تأثير مبابيه على باريس سان جرمان والفوز بهذه المباراة طبعاً انشيلوتي بعد الماتش قال ده اللي عيب اللي احنا ما نعرفش يعني ده الفعلاً النموذج اللي عاب اللي اسمه ما نعرفش غير قبل الاقاف هو ده فعلاً كان غير قبل الاقاف باريس سان جرمان لعب ماتش عظيم جداً من اقوى ماتش في باريس سان جرمان اللي شوفتها في حياتي واحنا مش محتاجين كناس متخصصة في الكورة ان احنا نشوف ماتش خليل سبعين صفر علشان نقول ان ده افضل ماتش لا لما تلاعب لال مدريد بشخصيته اوروبية الكبيرة وبقطه نصه المتمرس وتدخل يعني تكسبه في كل خطوط الملعب في الصراعات السنائية وتمنعه تقريباً من تجسيم فرصة واحدة اي نعم لال مدريد تأثر بفقدان كريم بن زيمة وده معطة ما ينفعش ينغفله لانه فقط كريم بن زيمة قبل المنش ده نزل على المنش ده بس فما كانش جاهز بشكل كبير وان كان شكل خطه جملة مدريد حتى في اضعف حلاب بن زيمة اقوى بكتير من اللي ظهر به مثلا قدام فيا ريال قبلها بأسابيع ولكن قبلها بأيام معلش ولكن باريس سان جمان العليف يكسب كل الخطوط في الملعب عانى بس من سوق التوفيق بشكل كبير جداً سواء في لقطة ضربة الجزاء أو في الفرص الكتيرة اللي وجدت حارس كبير اسمه تيبو كورتوا بيقدم فعلاً أفضل موسم كرة ولي يعني أنا بتقالي الموسم الحالي اللي تيبو كورتوا وبيبني بيه على الموسم اللي فات بصراحة بيقدم موسم وبصراحة أنا شايف اللي هو يعني أنداريتد زي ما بنقول في الكرة في الشكل الحالي لما بنقول أبين أفضل حارس في العالم بتتقفز لزيهنين كده اسمها كتيرة للأسف مش من بناء كورتوا وده من قلة العادل شوية في الموازين فتيبو كورتوا وأقدم ماتش كبير جداً هو اللي عمل كل حاجة عنصر زي ماركو فيراتي عمل ماتش كبير جداً ليوني المسل عمل ماتش كبير جداً فضور أعتقد أنه بوشتين وعارف يستغل بمسل الاستغلال الأفضل اللي دلوقتي في جود نمارهم بابي أنه بلعب عشرة تحتهم بيوزع الملعب كله بالضبط احتراص حربة ممكن يكون إيكاردي بعدين بتهالي باريس جيمان عمل ماتش كبير جداً نشوف الأرقام تعالوا نشوف الأرقام أرقام المباراة إحصائية إحصائية مباراة طبعاً مباراة كبيرة مباراة ترتقي إلى نهائي أبطال أوروبا ريال مدريد و باريس سان جيمان طبعاً فوز باريس سان جيمان 1-0 الفرص الليلة جداً بص عدد الفرص ريال مدريد فرصة واحدة الفرص لباريس سان جيمان 10 فرص طبعا أحرز منها هدف واحد الأهدف المتوقع حاجة يعني خرافية 2.8 تقريبا 3 لباريس سنجرمان 0.3 لريال مدريد لاستحواز 57 باريس سنجرمان 43 الريال نتكلم على التمرات صحيحة نسبتها 90% لباريس سنجرمان 87 الريال تصويبات على المرمى 3 ريال مدريد وما بين القائم العرض 22 تصويب لباريس سنجرمان منهم 9 ما بين القائم العرضة وانت كلمت عليك رتوها ودوره الكبير جدا في المباراة دي يا احمد العرضيات 2 ريال مدريد 11 عرضية لباريس سنجرمان ركنيات ركنية وحيدة للريال مقابل 7 لبي اس جي أرقامك اكتساح كامل وفي ماشرات احنا برضو بتفرق في تواريخ نوادي يعني اذا كان باريس سنجرمان عانى من انه ما بيواجه الكبار في الشامبيونز ليج بيصغر يعني خلينا نتكلم بالغوط الكورة في الوقت ده لأ انت واجهت الأكبر على الإطلاق في أوروبا ولعبته قدامه ماشي كان هو فعلا الطرف الصغير فيه أو الطرف القليل فيه مع اعتذار الجماهير ريال مدريد واقع الماشي بيقول كده في قدم فعلا مباراة كبيرة نمار حتى لما نزل منزلش منزلش حاس انه متأثر كان يسجل هدف وصنع اكتر من كرة خطيرة والهدف من صناعة نمار ميسي عمل ماشي كبير جدا في حدود قدراته البدنية اعتقد ان ده استغلال هيفيد بالأرجنتين بعدين وهيتخلص ميسي من التزامات بدنية كتيرة كان ممكن يقديها لو بلعب جناح على الخط اعتقد الاستغلال البوشتينو استغلي بميسي ده المركز الامثل ليون ميسي ليه في خطة باريس سان جرمان الخطة باريس سان جرمان اللي انت منفعش تضحي بين بابيون مار نهائي صحيح ولو عندك سترايكر تارجت مان زي ما بنقول تحت اتنين بقى زي باريدس او فيراتي او ادريسا جانا جاي واثنين من دول يبقى مهمتهم كلها الافتكاك وتحويل اللعب المطقة للهجوم اعتقد لو الانسجام وصل فعلا من العناصر دي كلها احنا بصدد نسخة مرعبة من فريق اوروبي اثبت انه يقدر يواجه فريق العملاق بحجم ريال مدريد ويكتسحه في كل الارقام وكل المشاهد في المطقة دايما بيقولوا ريال مدريد زواجهين وجه في الليجا ووجه الاخر المرعب في دور الابطال وانت حتى وانا بنتكلم والنتيجة سفر سفر انت قد يقول لي انا متوقع حتى بالحالة السيئة فهل تتوقع سيناريو مباراة العودة هيكون لصالح الريال ولا امتداد للأداء لباريس سان جرمان يكون هي الفريق المتأهل لدور الثمانية يعني هو الموضوع محير كواحد متابع العلمة دي تقريبا من 15 سنة تقريبا او 20 سنة محير بالنسبة لي الا يحصل اولا لانه قاعدة الغاء الهدف خارج الديار ده بهدفين يا راما دي كان بيستفيد جدا من الموضوع دوت انه هو يلعب على نتيجة بعنى ينشن على حاجة انا هنزل الماتش ده زي مثلا الماتش يوفينتوس اكتساح يوفينتوس في نص نهاية دور الابطال 2017 يوفينتوس اكتسح ريال مدريد في البرنبيو وجاب 3 جوان ريال مدريد كان بيلعب على جون هو جاب الجون ده في اخر دقيقة مثلا من ضرب الجزاء كريستيان رونالدو ريال مدريد الموضوع معقد لانه ريال مدريد في البرنبيو بيفتح حطوطه في العادي حتى مع انشلوتي مش المدرب اللي بيكمباكت وراء لا هو بيهاجم هو دلوقتي محتاج يكسب فاعتقد انه لا دلوقتي في الوقت الحالي فرص باريس سندرمان لإحراز هدف في البرنبيو كبيرة ده معنا انه ريال مريد مش محتاج يكسب محتاج يكسب بحصة عريضة او بنتيجة كبيرة الاثنين واحدة تكون زال ثلاثة واحد زال ثلاثة اتنين زال أربعة ثلاثة وده معنا انه احنا بصادات جيم مفتوح فلا مريد مش عارف يجيب جون 90 دقيقة قدام فريق عنده عناصر فردية مش كويس انك تفتح الملعب قدامه ففصراحة انا عاجز عن توقع الموضوع اولا لان مريد فريق يصعب توقعه ممكن يعمل لك اي حاجة عكس سر المباراة تماما وده من يعني خلنا نقول ده شخصية الفريق قوي ببن في المواقف اللي زيدي ولان موضوع احتساب الهدف خارج الديار ماش بهدفين او تغيير القاعدة دي في تغيير تاريخي خل فريسا من جرمان برضو عايز يدخل الموضوع بأتيتود معين ونحن بصدق جيمة مفتوحة اعتقد كل الاحتمالات وردة فيه كل الاحتمالات وردة لكن انشلوتي مدير الفني لريال مدريد قال ايه بعد الهزيمة من البيس جي واحد سفر ما حدث هو اننا عانينا رغم اننا قدمنا مباراة جيدة في الدفاع ولم نكن عدوانيين لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة واهدرنا الكثير من التمريرات لم نتمكن من اللعب تحت ضغط باريس سان جيرمان في نصف الملعب لذلك هذا هو السبب في اننا لم نصنع العديد من الفرص للتسجيل لم نتمكن من تمرير الكرة الى ماركو اسينسيو او فينسيو الجونيور او حتى كريم بنزيمة ليس الامر معاقدا لم نفعل ما اردناه بالنسبة ليقاف كاسيميرو وميندي عن مباراة الاياب تحدثت مع الحكم لانه اعطانا بطاقتين كانتا خطأ لمس ميندي الكرة فقط وليس اكثر من ذلك فيما يتعلق بمبابي نعم لا يمكن ايقافه حاولنا السيطرة عليه ودفعنا بلاعبين اثمين لمتابعته حيث قام ميلي تياو بعمل جيد لكنه لاعب يمكنه دائما ابتكار شيء وهذا ما فعله في الدقيقة الاخيرة من المباراة انا متفائل قبل مباراة الاياب بالطبع ولعب باريس سان جيرمان بشكل افضل في المباراة الاولى لكن يجب ان نكون افضل في المباراة الثانية لاننا سنلعب على ارضنا لحسن الحظ لا داعي للقلق بشأن قاعدة الاهداف التي تسجل خارجها للملعب لذا فان هذا سيساعدنا انا متفائل باريس سان جيرمان لديه ميزة قليلة ولكن امل ان لا يكون ذلك كافيا عندما نلعب في البرنابيو احمد تعليق بزيارة نفس السياق اللي كنا نتكلم فيها كابتن امبابي فعلا هو اللي حسم باللقطة ابتكارية يعني حتى مش مخططة ووضعي الجسمه كانت غريبة جدا والطريق اللي عادة بينها بين الناس كانت صعبة جدا والقرار على طول ان البطن رجلي تحت رجل الجون يعني بيدل حتى ان حالة التركيز في اخر سانية في الماتش عالية جدا عند اللعيب دوت وانه مش مجرد لعيب موهوب وجزء من قوة امبابي كابتن ان هو حقق كاس العالم في سن مبكرة لما تجيب كاس العالم وتعندك 18-19 سنة بتشيل بقى صدع كتير جدا عليك وبتبقى جاهز بقى ان انت كل المنشاط فعلا بتأديها بروح هادية وكل حاجة اللي بقى له مثلا دوري ابتال اوروبا وده اللي الخطوة الجاية هو هيدريسا انشلوتي بيتكلم فعلا على وقع الماتش انه فعلا يعني هو ما قدمش المبارك جيدة في الدفاع اللي هو بيتكلم عليها هو اخترق كتير جدا ولولا تيبو كورتوا كان النتيجة وصلت لاثنين او تلاتة حظه كان موفق جدا ولكن اه بيتكلم على عدم قدرة على التمرير الاعتماد على فينيسوس كان زيادة عن الداعي في الماتش دوت والماتشات ديه بتحتاجش انك تعتمد وواضح انه كان بيعتمد بشكل او باخر انه كرة توصله عشان ياخد السكة بتاعته لكن كمان نجاح باريس سان جرمال انه قطع قطع السكة عن كل الامتادات سواء لي او حتى الكريم بن زيمة وده نجاح بالضبط حكيمي لعب ماتش كبير جدا على فينيسوس افتكرت بي احمد ابل فتوح الصراحة حاسرت ان احمد ابل فتوح المفروض يجي وفيراتي عمل وورك ريت كبير جدا في الافتكاك في الماتش ده ولما جانا جاي نزل في الاخر برضه قدم دور ممتاز وباريدس كذلك اعتقد باريس سان جرمال لها الماتش المثالي اللي لو كرر بس النسخة دي قدام رام مارف بنبيه لا ممكن يسجل اكتر من هدفه من هدفي طيب لو كان طبعا انشلوتي رغم الهزيمة متفاعل بوكتشينو المدير الفني طبعا لباس جي ايه بعد المباراة نشوف مع حضرتك انا سعيد جدا كان اداء الفريق جيدا من الناحية الفردية والجماعية انا سعيد لاجلهم بذل اللاعبون جهدا كبيرا واستحقون الاشهاد على ادائهم على النتيجة التي ربما لم تكن بحجم ادائهم لكنها تمنحنا املا عندما نذهب الى مدريد فنحن ندرك انها ستكون مباراة صعبة الا ان هذه الطريقة التي يجب علينا اتباعها يستحق ريال مدريد كل الاحترام فهو فريق عظيم يضم لاعبين عظيمين انا واثق باننا سنلعب مباراة مختلفة في مدريد انا متفائل باننا سنذهب الى هناك ونتقدم بعد ذلك الى الدور التالي لكنني اتفهم ان علينا تقديم اداء مماثل لادائنا امام الريال ليس بوسعنا التقهقر بل يجب ان تكون هذه نقطة البداية اعرف انني عندما ذهبت الى فريق توتنهام احتجت لعام ونصف كي انجح في تنفيذ افكاري وخطتي وطريقة التي يجب ان نلعب بها انا سعيد جدا بادائنا الاثنين المدربين متفائلين وطبعا هتكون مباراة كبيرة جدا جدا بكتينو بيكلم على لو استمر بهذا الاداء فاكيد هو متواجد في دور التمني بالضبط يا كابتن بوشتينو لقى اللي كان نقصه في كل تجاربه السابقة في باريس سندرمان فريق قادي جبله العناصر اللي هو عايزها يضر يبني عليها بهدوء لانه في ظل ما هو بيبني وخسران مثلا لقب كاس فرنسا اللي طلع منه حاسم مثلا لقب الليج اه من زمانه خلاص الفريق بينه وبين اقرب منافس مرسلية حولت 13 او 14 نقطة والموسم لسه بيانط يعني بعد النص بحاجة بسيطة قادي يوصل لمراحل متقدمة في الشامبيونز قادي يدرب لعيبة زي ميسيون بابيون هي دي كل دا اللي كان ناقص بوشتينو وصل لنهاء الشامبيونز ليج الخطوة اللي جاي بالنسباله ان هو يحق لقب متأسف وصل نص نهاية الشامبيونز ليج لان اللي وصل لنهاية كانتو خيل ووصل هو النهائي مع توتنهام قدام ليفربول فاعتقد دا اللي ناقصه بالزبط ان هو يبني تجربة جتيرة حتى هو ذكر ان هو قعد سنة ونص في توتنهام علشان يبني هو فعلا دا اللي محتاجه انه يؤسس عنده كل الخامات اللي تساعد على الاداء دا بيتكلم ان الماتش كان مرشح انه يمشي اكتر من واحد صفر لو بقاسة لوجود اللعيبة وده اتكلمنا فيه وقلنا ان هو حقيق فعلا لولا سوء التوفيق سواء في لقطة البنالتي او في لقطة معظم الماتش وتقلق تيبو كورتواء اعتقد الماتش كان رايح في سكة نتيجة اكبر لباريس سان جرمان وراء المدريد لسه بعد الفاصل عندنا كمان مباراة كانت مفاجأة لكثير من النقاد وتعادل باير ميونيخ العملاق الباباري امام زالس بور واحد واحد هنعرف تفاصيل هذه المباراة بعد الفاصل اعلم بحضراتكم مرة تانية احمن دراحب بيك مرة تانية عايزين نخش في مباراة كانت على الوراء النتيجة محسومة لصالح الباير ولكن فجئنا بتعادل والباير بتعادل في اللحظات الاخيرة شبت المباراة طبعا ريد بول سالس بور ضد الباير ميونيخ واحد واحد طبعا ريد بول سالس بورج بقى مدرسة كبيرة دلوقتي بتتأسس في كرة القدم الاوروبية لانه لما يطلع لعبة زي هالند وساديو ماني ولعبة بالحجم ده خصوصا في ظل التحادات الكتيرة اللي بتواجه الاندية مثلا من بلدان زي النمسا وزي بلجيكا واندية دي فأعتقد لا هو وزي ما قلنا ريد بول بشكل عام دخولها في كرة القدم وبالذات في تجربتين سالس بورج في النمسا ولايبزيك في ألمانيا والشاركة وإعلاقة كل دول بنادي هوفنهايم وأكاديمية النشائين فيها أعتقد تجربة تستحق الدراسة بشكل كبير خصوصا في مسألة تفريخ المدربين زي ما ذكرنا في أول حلقة الماتيس جايسلي بيغير شكل المباراة دي كان الاثنين المدربين عندهم ستين سنة الاثنين تقريبا مع بعض سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة فكنت بقول لحضرتك غير الواقع تماما من فريق اتغلب تسعة تلاتة سنة اللي فاتت من بيرني مونخ نفسه بمجموعة القائن الزهب والعودة لفريق بيعرف يقف ند مش يقف ند يقدر كسبان بيرني مونخ لحد آخر ثانية لما كينجلس لي كومان بيتعادل في الدقائل أخيرة كينجلس لي كومان كان أخطر عنصر لبيرني مونخ في المباراة دي وكان هو الورق اللي بلعب عليه بيرني مونخ بشكل كبير في ماتش ما كانش بيرني مونخ في أفضل حالاته خصى النجوم بعد الخسارة برضه من بخوم في الدورة الألمانية المفاجأة أربعة واثنين فأعتقد يعني وتقليص الفارق مع دورة من لستة نقط بس نعم البوندس لي جاء أعتقد محسومة بيرني مونخ بس الماتش كان ماشي في سكة سكة ريت بول سالسبورج مهاجمه اللي هو أدامه خطير جدا جدا لقى ماتش كبير جدا هو اللي سجل هدف بتاع سالسبورج أعتقد أنه يعني دول الأبطال السنة دي أثبت أنه يعني ريت بول بعد ما أخرج إشباليا من البطولة في الدور الأول وحل ثاني في مجموعته بعد ليلي الفرنسي وخصوصا المجموعة دي كان إشباليا والمرشح الزهبي فيها إلا يطلع من ليلو ووليد بول سالسبورج فيها فأعتقد رغم أن الماتش بتاع الأليان زالين هيكون معقد جدا على سالسبورج وغالبا هينتهب نتيجة كبيرة للبيرني ميونخ اللي هينطفض وهيسعى أنه يرد الفعل بقى قدام أوروبا كلها في ماتش العودة بس في نقطة مهم يا كابتن زي ما احنا بيقول مثلا الأهلي والزمال كلامة المنافسة شديدة والفريقين أقوية جدا بينعكس ده على أدهم في أفريقيا بيرني ميونخ أحيانا بيعاني في أوروبا من ضعف المنافسة في البلد ساليجة حتى لو الفرق قوي بس فكرة أن أنا أقوى بكتير قوي حتى لو درت منذ أقوى من الفرق اللي أنا بقى لعيبها كلها وحتى فكرة أنك كده كده في أي وقت هتحسم البطولة دا أكيد بتبقى لها عامل شوية أن التركيز بيقل شوية أو الاستعداد للمباريات بيقل شوية اللي أنت بتنفسها في البلد ساليجة مردودك بيقل لأن أنت متعود تدخل البلد ساليجة بروح معينة بنظرة معينة للمباراة بنظرة معينة للتشكيل بارتيحية زي ما حضرتك قلت يا كابتن أنه هكسب في أي وقت لو غد غلبت النهاردة عندي منافسين هتعثره هكسب في الآخر ده نقطة دولة ده كلامك واضح كمان لو ترجمنا للفرق البريميال ليج شايف فرق البريميال ليج كمان على مستوى التشاملز ليج كلهم تقريبا بيقدوا بنفس المستوى بشكل قوي جدا للمنافسة قوية المنافسة المحلية قوية وبالتالي ده بينعكس بالإجابة نشوف معك برضو أرقام المباراة طبعا أرقام مباراة ساليسبورج وبايرم يونيخ طبعا واحد واحد البايرم يتعدل في الدهائي الأخيرة فرص سبع فرص للبايرم مقابل 3 لريدبول أحرز كل فريق هدف منها نسبة الأهداف كانت لصالح البايرن الأهداف المتوقعة كان 3.1 و 0.9 لريدبول الاستحواز للبايرن 70 مقابل 30 التامريات الصحيحة نسبتها 86 بايرن 73 ريدبول التصويبات على المرمى 18 تصويب للبايرن منها 9 ما بين القائم والعرضة وريدبول 12 ما بينهم 6 ما بين القائم والعرضة العرضيات لصالح البايرن 17 مقابل 4 ركنيات 10 مقابل 5 لو حد بيشوف الأرقام دي من غير ما يشوف أول خانة خانة الأهداف يقول البايرن كسبان بنسبة كبيرة صح يا كابتن بس ده اللي البايرن بيعمله في العادي يعني ده اللي البايرن بينزل يكتسح بالخصوم بس في رقم مقلئ جدا لمشجعين البايرن إن ريدبول سلس بورج عارف يسوي ب12 مرة على مرمى 12 مرة منهم 6 من العرضة وقائمين فده مستوى خصوم تاني أو تالت في أوروبا فدور التماني هجي لك خصم أتألف دور الأربعة خصم أتألف في النهاء أكيد لو وصل بايرن ميونيخ للنهاء هجي لك خصم أتألف أعتقد دي الأرقام المؤلية اللي تعبر فعلا عن سير الماتش النريد بول سلس بورج ما كانش طريقه صعب بالمناطق جزاء بايرن ميونيخ ومرمى أول دور المدربين ايه شفت ازاي يعني دور الاثنين مدربين اعتقد عنده 33 سنة واحد عنده 34 سنة عندنا لعبة في الدور المصري لغاية دلوقتي بتلعب بالعمار دي شفت أداءهم ازاي في المباراة الأداء الفني المدربين يعني كان نزال ألماني ألماني خالص زي ما قلنا نظرية التفريخ المدربين اللي ذكرناها مرتين في الحلقة الماتش كان سريع جدا 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 قائم على تحولات كتير جدا الكوار الطولية كانت هيا المفتاح بالنسبة الريد بول سالس بورج ورد ورى خط ظهر بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ كان عايز يمسك الكرة بالشكل معتد ولكن وضح لأنه خصم بالنسبة له مش مجهول بس ما استعدلوه بالشكل الكافي المساحات اللي انت كنت بتكلم عليها ان هي الكرة السريعة وراء والبايرن بيهاجم في مساحات وراء بايرن كان بيلاعب تقريبا 3-4-3 بشكل أو بآخر انت شفت دوت ازاي من خلال رؤيتك الفنية هل ده كان ضمان او شكل ان بايرن اي الفايل انا في اي وقت ممكن اجيب جول ولا تتفوق على مستوى رده لا هو نوع من انواع احيانا الصعوبات اللي بتوجيها الفرق الكبيرة دايما لما تنزل عايزة ماتش هيا متخلانا هتكتسحه او تسجل كتير فيبقى فيت ركاية عند مدرب معين لعب على نقطة ضعف يعني بفتكر من هنا بيتسو بيتسو موسيماني مثلا في ماتش مونتيري مع الغيابات الكتيرة مع فروق التشكلتين في الوقت دوت قبل العناصر الدولية ما تلتحق بشكلت القلي وموسيماني بيلعب على ايه على كرة بتتكرر كرة واحدة بتتكرر وانتو معلول هياخدو في ظهر ديفنس مونتيري هتديله قدام عبقادر هي دي النقطة اللي بتكلم علي احنا لما يبقى الخصمة بالنسبة لك الفارق شاسع بينك زي بيرني مونخ وريدبول ساليسبورج بتلعب على كرة هي الكرة دي فعلا اللي اتكررت اكتر من مرة واللي كان بتشكل معظم خطورة ريتبول ساليسبورج بيرني مونخ كان نازل للخصمة هو فاهم انه هو يعني هيكتسحه بشكل كبير او كانت معان في الماتش فلجأ لطريقته المعتادة احنا بتبقى انت مش مقفل كل حاجة ودي بيواجهة كل فرق كبيرة قدام فرق اقل منها او فرق بتظن ان هي تدخل تكتسحة على طوال على مستوى الادارة الفنية ماتياس ده مدير فني ريتبول عنده 33 سنة مدرب اعتقد خلال السيدين اللي جاي هكون ليه شأن كبير جدا في الكرة العالمية تعالوا مع حضراتكم نشوف اهل ايه بعد التعادل مع البايرن واحد واحد لقد لعبنا مباراة جيدة جدا خاصة في الشوط الأول الضغط في وقت مبكر أمكننا أن نسبب المشاكل لبايرن ميونيخ لهذا الأداء يجعلني فخور للغاية بالطبع التعادل في اللحظة الأخيرة أمر مزعج للغاية برغم من ذلك فإنني سعيد للغاية انتهت المباراة بالتعادل نعلم أيضا أنه في مباراة الإياب سنلعب ضد ربما أفضل فريق في الوقت الحالي في العالم نحن غير مرشحين ولكننا لا نريد أن نترك طريقة لعبنا على الإطلاق ولكننا سنذهب إلى ميونيخ بنفس فكرة كرة القدم التي نريد تطبيقها على أرض الملعب وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في النهاية متعيز المدير فني أعتقد سيكون لي دور كبير جدا في الفترة اللي قاية ياحمد زي ما أنت قلت هي مدرسة مختلفة مدرسة الألمانية اللي بتفرز مدربين زي ما احنا شايفين على مستوى العالم كله وعلى مستوى ألمانيا مدربين صغيرين في السن ولكن عندهم خبرات وعندهم إمكانيات كبيرة جدا جدا يعني ماتياس جايس لي التقى مع ناجلسمان في المراحل السنية الأقل في هوفنهايم بس هما ميشوا في هوفنهايم بنفس التدريج فريق تحت 17 فريق تحت 18 ماتياس بيشوف الماتش كان بتاع بارني مونيخ وكانه بيبص المستقبل يعني كانه بيبص لناجلسمان على حسب مردود ناجلسمان مع بارني مونيخ تجربته كلها ماتياس بيحس جوان مدرب بارني مونيخ اللي جاي لأنه دي يعني دي الطريقة دي الصورة الألمانية الجديدة إن أنا حط على الخط 33 أو 32 سنة لعيب ممكن ما يكونش يعني مش محتاج إن أنا كون عامل كارير كبير أو في الكورة ده لعيب 7 سنين كله ففنهايم ناجلسمان لهاب سنتين بس كورة تحس التقرب يعني متقربة جدا لو تكلم مثلا على يورجون كلوب ماينز وبعدين دورتموند وبعدين خلاص دخل في حتة تانية كمان بتكلم على طخل بياخد نفس التجربة بتكلم على جلينزبان بياخد نفس التجربة تحس إن مدرسة والخطوات فيها متشابهة بشكل كبير جدا وده زي ما أنت بتقول نفس نفسنا نشوف الكلام ده في مصر على مستوى المدربين زي ما نفسنا كمان على مستوى اللاعبين نحن لسه في الطريق لكن على مستوى المدربين لازم لازم نتحرك في الجزئية دي يعني بشكل أفضل بكتير جدا متفق معك جابت طبعا في المصر طيب نروح لمباراة كمان على مستوى التهديف كانت مباراة غزيرة بالأهداف طبعا الستي بيكتسح سبونت انجليش بونا خمسة سفر مفتري وما حاش عارف يوقفوا كل حاجة بس أحيانا بيكون النتائج برضو خدعة ليك مش لنا كمشاهدين ليك كمدرب كبير جوارديولا لما يبص لأي خصف زي سبورت انجليش بونا يعني بين خسين كده احنا بنشوف منشستر سيتي في كتير من الأوقات في دور 16 أو دور المجموعات خصومه ما بيبقوش أقوى حاجة فبيحقق نتائج كبيرة عريضة جدا بتخلي جوارديولا يتوقع وأي مدرب انه في حاجات قبلة للتساهل زي افتكرت في الماتش ده هو نزل الماتش ده من غير رأس حربة كلاسيك 9 ترج 8 برضو افتكرت لما عمل كده في ماتش شيلسي في نهاية الشامبيون زليج وقديه ده كان أهم سبب ان الفرص اللي لاحت لما كانت قليلة لانه تخلي عرف يحجم جوارديولا جدا في نهاية شامبيون الزيج السنة اللي فاتت ازاي كان كنت محتاج بس ان يبقى موجود أجوير ونزله هو موجود على الدك ما فيش اي مشكلة انا كنتمزله او جيسوس ينزل في المركز ده وما كانش فيه اي مشاكل فهو تعتبر مباراة خديعة ممكن جدا على مستوى التكتك تكون مباراة خديعة انا بلعب من غير رأس حربة اساس وبكسب خمسة وبالتالي ممكن يصدق نفسه انه ممكن يتكرر في اي مباراة ولا هو خلاص على مستوى مختلف يقدر يميز اه تمشي مع سبورت انجليش بونا لكن السنة دي مفياش اساسا المهاجم ده يعني حتى جيسوس مش بيقد الدور ده او جيسوس عايز الكرة فهو لما استغنى عن اجويره كان بيقول انا مش عايز سترايكر بالشكل ده واسرار على المدرسة دي وجورديولا قط ثورة في مسألة المهاجم الوهمي باستخدام ميسي وانه يمشي ابراهيم ومن بعد دي قدت وقال انا مستغنى عنهم حتى ديفيد فيا اللي جي على الطرف اكتر وكان بيخدم على ميسي فهو مخلص جدا لأفكار وحنا بتوصل لدرجة العناد فأعتقد لا انت محتاج لديك كل المفاتيح وصنية منشيطر سيتي مش هتغلب في لعيب تجيب يعني الشكاس السنادي اعتقد هو كان مارن شوية اتجاه مسألة هاريكين مثلا انه اه ممكن يجيب ده لو هدمن له فعالية هاريكين التهديفية لما معرفش من روز الحرب اللي ممكن تقول ده راكب المان سيتي لازم يجيب هذا اللعب يعني هو بطريقة لعب جوارديول انا بحس ان احنا التعديل عليها غلط يعني بس ندخل فيها غلط لان هي ماشية بالشكل ده بس انا بحس اللوكاكو بتاع انتر ميلان قبل ما يروح تشيلسي لوكاكو اللو هو بس كله وظيفته ستة في الستة برسه في الستة برجله تحت في 18 4 لوكاكو انتر مش لوكاكو تشيلسي مش لوكاكو تشيلسي الحال لوكاكو انتر ادركوا صعوبة هذه البطولة ولذلك فان الفوز بخمسة اهداف دون مقابل هو انجاز مذهل لعبنا بفاعلية شديدة وبلغنا المنطقة وسجلنا هدفا ثم بلغنا المنطقة وسجلنا هدفا اخر وعندما يحدث ذلك يكون الوضع صعبا جدا على اي خصم غير اننا لم نحسن قراءة الوضع عند بنائنا للهجمات فقد كانت هناك مساحات في الجانب الايسر ولم نتعامل بصورة جيدة مع ذلك اهدر جواو كانسيلو العديد من الكرات ولا يحدث ذلك عادة ليس بامكاننا السماح للخصم بالانتقال من الدفاع الى الهجوم فهو فريق خطير ودليلا على ذلك انظروا الى اول خمس الى منطقتنا لكننا دفعنا بصورة جيدة وحققنا هذه النتيجة المذهلة اقول مرة اخرى لا تسيء فهمي هذه نتيجة مثالية وجيدة جدا لمباراة الاياب لكن بوسعنا تقديم اداء افضل اكيد طبعا نتيجة كبيرة جدا جدا خلاص اكيد المان سيتي احمد في دور التمانية بشكل كبير ما عندهم اي مشكلة ولكن مشوار المان سيتي تعتقد بهذه الانكانيات او من خلال الاربع مبارات اللي احنا شفناهم من الافثر فرصا للحصول على التشامز لسه طبعا لسه في اربع مبارات تانية في فرق كبيرة تانية لسه ما لعبتش يعني انا بتخيل انه السلاسة الانجليزي تشيلسي ليفربول منشستر سيتي وباريس ساندرمان اللي هيمر من باريس ساندرمان وليل مادريد وبيرني مونيخ اعتقد هي مش هتخرج من دول يعني اعتقد هي دول وده استألنا السؤال ده لو تسألنا السؤال ده السنة اللي فاتت هنقول نفس الاجابة تقريبا هنضيف بس يعني كلاسيكيا برشلونة مثلا او اتليتيكو لكن اعتقد هي مش هتخرج بره دول كيب جوارديولا زي ما شفنا مدرب مغرق في التفاصيل يعني هو كاسبان خمسة بره ارضو ومركز ان الباكريت ما كانش فيه شوية حاجات ما كانش كويسة ده بيعمله دايما حتى مثلا لما عمل كده مع محرز في زروة تقلقه بيقول ده عنده شوية حاجات نقصة هي دي الطريقة التي تلزي الصغير ده 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 يعني بيكون كاسبان خمسة يقول لك اصلي بس كان عندنا ديفو يعني ده ده يعني سابة تسعين دي أوم ركز فيه الخمس دايئة اللي عمل علينا شغل كويس ده ده دي مدرسة جورديولا المغرقة في التفاصيل يا كابتن وده اللي مخليه مدرب بالنسبة لي من أفضل المدربين في التاريخ طبعا من أكبر المدربين وأفضل المدربين معنا مستوى التاريخ ولكن يعني في مفاجآت أكيد كتير في الشامز لي أحمد طبعا بنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا ويعني بتمتعنا بثقافتك ويعني من أفضل الناس اللي بيكون موجودة معنا بسرعة ربنا خليك يا كابتن ده توضع من حضرتك وأنا بكون سعيد جدا وبأزيد أكتر وأنا مع حضرتك شكرا كمان لحضراتك إن شاء الله معدنا يوم الاتنين اللي جاي حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف